السلام عليكم ان شاء الله نكمل في دورة حفظ مية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في الدرس ده حدثين حدثين يرويهم سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حديث رقم 71 و 72 حديث رقم 71 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه بين الإمامين البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرة متفق عليه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرة صلاة الوتر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرة يعني لما انت هتيجي هتنام آخر حاجة تصليها هي صلاة الوتر الوتر بيكون ركعة واحدة ان انت بتصلي وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السنة المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوطر اللي هي ركعة واحدة طيب انت صلاة العشاء ممكن تصلي السنة ممكن تصلي الشفع ممكن تصلي الوطر ممكن ان انا اقيم الليل فممكن اصبر لغاية لما اقيم الليل وبعد كده ان انا اعمل ايه اصلي الوطر طب ممكن انسان ينام بس ممكن ما يصحاش ان هو يقيم الليل فيصلي الوطر قبل ان ينام يبقى اجعله اخر صلاتكم بالليل وطرة يعني اجعل اخر صلاتك بالليل اللي هي ركعة الوتر السنة المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرة متفق عليه حديث رقم 72 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه بين الإمامين البخار ومسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم الحديث بيتكلم عن الناس اللي بتسأل اللي بتتسول اللي هي بتطلب المال بدون وجه حق بدون وجه حق ما زال الرجل يسأل الناس يفضل يسأل ويلح في السؤال وده كثر في زماننا اليوم حتى يأتي يوم القيامة حاله ببقى شكله ايه يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم لحم وشه بيتساقط مش موجود بسبب انه هو فقد الحياء فقد الحياء ده ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن الذين لا يسألون الناس الحف الناس محتاجة حسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ويسألش الناس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسكين قال الذي لا يسأل الناس ما بيسألش الناس اللي هو المستحق ده انت تظن ان فلان ده من الاسرياء وهو محتاج وهو من المستحق للزكاة ولكن هو لا يسأل الناس انما اللي بيسأل الناس واصبح متسول واصبح بياخد الشيء ده بدون وجه حق وبياخد حق الفقراء والمساكين هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم امر خطر جدا يبقى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجه مزعة لحم متفق عليه بين الامامين البخاري ومسلم يبقى احنا في الدرس ده اخدنا حديثين حديثين يروهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث رقم 71 و72 حديث رقم 71 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترى متفق عليه حديث رقم 72 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه هنرجع ان شاء الله خمس احاديث من اللي اخدناهم قبل كده من اول حديث رقم 21 ل25 حديث رقم 21 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار في النار رواه الامام البخاري حديث رقم 22 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام فيه مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم رواه الامام البخاري حديث رقم 23 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث رقم 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما رواه الإمام البخاري حدث رقم 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها رواه الإمام مسلم أسأل الله الكريم أن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبطم أهل القرآن ونلتقي دائما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته